من قاعدة العند إلى أبيان مرورا بالمخى وأخيرا العودة إلى الرياض تحركات مكثفة أجرها رئيس الوزراء أحمد بن داغر قبل أن يغادر تلخصت في إعادة ترتيب أولويات الحكومة للوضع في المحافظات الجنوبية المغادرة إلى الرياض بعد سلسلة التحركات السابقة قال عنها بن داغر إنها جاءت خاتمة للجهود التي بذلت لعام كامل من الإعداد والتحضير لتحقيق إنجازات ملموسة على الأرض فيما يخص مؤسسات ومقرات الدولة وإعادة ملامح الحياة في المحافظات التي شهدت دمارا جراء الحرب تحركات وإن كانت قد اهتمت في شكلها العام بالجانب الخدمي وإعادة الإعمار في عدد من المحافظات إلا أنها أيضا لم تأتي بمعزل عن الملفين الأمني والسياسي وهم الملفان المحتقنان جنوبا واللذان أضافا عقدة جديدة في ملف الأزمة والحرب بالنظر لكيفية الحلول القادمة محافظ عدن عبد العزيز المفلحي الذي ما يزال يمارس مهامه في قصر المعاشيق كان برفقة رئيس الحكومة في رحلة العودة إلى الرياض الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المراقبين فيما يخص الحديث عن عدم تمكينه مزاولة مهامه في مقر المحافظة نفسها بعد ثلاثة أشهر من تعيينه بن دغر الذي حرص على عدم الخوض في مسألة التضارب الإداري للسلطات تحدث أيضا أن الحكومة وفرت المال لتتمكن مصاف النفط من القيام بأعمالها كما أمر بشراء كميات احتياطية من المشتقات النفطية للتغلب على الأزمة التي عصفت بعدن خلال الفترة الماضية وفيما يتجه الوضع إلى كثير من التسارع فيما يخص المشهدين الأمني والسياسي تعود الأنظار لمسار الأحداث المحتقنة في عدن وعدد من المحافظات المحاذية وهو الأمر ذاته الذي يضع تساؤلات عن إمكانية أن تكون التحركات الحكومية قد حققت إنجازا فيما يخص أزمة السلطة في هذه المحافظات